ترجمة نانسي قنقر طبعا سيقدم البرنامج تدريب شامل في تصميم الأزياء للمصممين البحرينيين الراقبين بإطلاق علامة تجارية جديدة للأزياء أو توسعة أعمالهم في هذا المجال وسيركز البرنامج على مختلف المهارات المطلوبة في هذا المجال مثل تصميم الأزياء وصناعة نقوش الأقمشة والمطبوعات وتسويق الأزياء وغيرها من المهارات ذات الصلة للمصممين في مختلف مراحلهم المهنية وبعد راح يتضمن سلسلة من ورش العمل لتطوير المهارات وإدارة علامة تجارية بعدها جلسات توجيه مخصصة لأفضل 15 مصمم بهدف تطوير أفكارهم وتعزيز علامتهم التجارية طبعا يتماشى هذا البرنامج مع هدافنا الاستراتيجية في صندوق العمل تمكين بحيث سيصاهم في إطلاق مشاريع زريادية جديدة في السوق بإمكانها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الوظايا في الكفاءات البحرينية سيتم تقديم التدريب من خلال شركائنا في هذه المبادرة المعهد الفرنسي للأزياء في دبي اسمود والمعروف عالميا بجودته في التدريب والتعليم المتعلق بالأزياء وبالإضافة لحاضنة بلاس ناين سيفين ثري أرتزانيا الرائد المبدع التي تعمل على تشجيع الكفاءات المحلية الموهوبة وتمكينها والنتيجة النهائية للبرنامج إطلاق أفكار المصممين كمجموعات أزياء جديدة في السوق أو توسعة عمالهم التجارية في مجال الأزياء تم الاختيار هذا المجال لما يقدمه من فرص واعدة ومجزة للبحرينيين والموهوبين بحيث يساعدهم في تحويل شغفهم إلى مصدر الدخل طبعا باب التقديم لهذا البرنامج مفتوح أمام البحرينيين ممن يمتلكون شهادة أو خبرة في تصميم الأزياء بحيث لا تتجاوز خبرتهم خمس سنوات ويرغبون في إطلاق أو توسعة عمالهم في مجال تصميم الأزياء نعم السيد خالد البيت رئيس التنفيذ للنمو في صندوق العمل تمكين شكرا جزيلا لك